في ميدان العمل الصحفي تتنوع المخاطر وتتعدد طرق الاستهداف خصوصا في البلدان الساخنة ومن ضمنها العراق التي تختلف فيها الأحداث بين التظاهرات والانفجارات والمواجهات والعمليات العسكرية مظاهر عنيفة تتطلب تغطية صحفية ما يعرض العاملون في مجال الكلمة إلى مخاطر شتى دفع نقابة الصحفيين إلى عقد ورشة تدريبية لتثقيف الكوادر الإعلامية بأهمية التعرف على التحديات المنازمة للصحفيين نحن قائمين هذه الدورة التدريبية الخاصة بالسلام الصحفية حدفها الرئيسي حماية الصحفي وشلون يقدر يغطي ويحصل المعلومة ويجيب عمل للمؤسسة مالته وهو يحافظ على حياته وحيات زملائه ازدياد التثقيف من قبل نقابة الصحفيين أو المؤسسات الأخرى هي ازدياد وعي الإعلامي والصحفي وأيضا اهتمامه بنفسه اليوم الصحفي أيضا مسؤول عن رابه أسرة تظاهرات تشرين ومعارك تحرير المناطق من داعش شهدت الحصة الأكبر من عملية استهداف الصحفيين الذين وصلوا إلى تاب الخمسمائة قتيل منذ 2003 يضاف وليهم ضحايا الانفلات الأمني والسلاح الناطق بالرصاص والكاتم للكلمة ما يتطلب اهتماما أكبر بسعينا وراء الحدث كثير من حالات الاستشهاد الصحفيين من 2003 إلى 1 هذا اليوم شغفة على العدد إلى الخمسمائة شهيد ما بين أيضا من ضمنهم زميلات صحفيات بحدود 36 أو 30 الضابط أيضا عندنا أصابات في مجال التغطية الإعلامية بالنسبة للصحفين هذا التدريب يعود بالنفع والفائدة عليهم الإيجابيين في أن يقي نفسه خلال عمية التغطيات الإعلامية نتيجة بعض الأخطاء وأنه بعض الزملاء في المناطق الساخنة وفي التغطيات أثناء المعارك مع داعش الإرهابي استشهد بعض من عدهم لأنه مكان ما أخذ الإجراءات والاحتياطات إجراءات احترازية بسيطة وخطوات قليلة قد تضمن حماية أرواح الصحفيين بحاجة إلى تسليط الضوء عليها من خلال تفقيف وتوعية العاملين بالميدان المليء بفخاخ التحديات من بغداد علي أسد الرشيد